اليوم نكمل محاضرة الثانية مع البيتامينات نأخذ الفات سولابل نبدأ فيتامين اي بالحقيقة البيتامين اي راح نلاحظ انه على اكثر من صيغة الصيغة يسموها الريتنول صيغة الريتنول هي عبارة عن كحول من اسمها ريتنول يعني كحول نعرف ان الكحول مجموعة او ايتش اذن الريتنول كل الف Innens fling يسميها Utens و أ tornado كلهن بهاي البتا آينون رينج والأنساتشريتشريتشين ولكن راح تختلف الفنكشنال جروب هنانا التارمينال جروب هنانا هتفرق وبالتالي يصير ادي اكثر من الصيغة بالنسبة للريتنول فهي كحول OH بالنسبة للصيغة الثانية الريتنال فهي مجموعة الديهايد سي مزدوجة OH مجموعة الديهايد هاي ريتنال والصيغة الثالثة الريتنوك اسيد اللي يسموه اللي هو عبارة عن شنو من اسمه ريتنوك اسيد اسيد يعني كارب حامث كاربوكسيلي في بي مجموعة كاربوكسيلي اللي هي هاي COOH اذن هذن ثلاث صيغ وبعدين هانا نشوف الصيغة الرابعة شنو راح نشوف انو هاي الأوث هاجة اول ملك kami غ perde ريتن ويتامين A هاي الأوث هاي الفاملي احب awful يعمل غدية فيتامين A راح اقسمها الى رتنول رتنال رتنوك اسد مثل ما احنا هسه حتيني الريتنويد تتقسم رتنول رتنال رتنوك اسد واحد كحول واحد ألديهايد واحد كاربوكسيليك اسد راح نشوف فضاعفها بالفيجن معروف فيتامين اي كنا سامعي دورة بالبصر او الفيجن يعني الفيجن القروث الربروديكشن زين ومينتنينس راح نشوفها بالتفصيل بعدين راح نشوف انه اغلب ذن الوظائف انه اغلب ذن الوظائف هي يشوف انه هذا الريتنال راح يكون مسؤول مينلي مينلي عن الفيجن مينلي عن الفيجن وايضا الى دور بالربروديكشن زين هو بالحقيقة شنو راح ناخذ احنا بالتفصيل فهال ما راح تشيه اشتا يقول اينا يقول انه رتنوك اسد درايف من اوكسيديشن مينلي عن الفيجن يقول انه اغلب ذن الوظائف اوكسيديشن هذا حش راح ناخذ بالتفصيل بس اللي اريد انه وصلنا انه الريتنال هذا هو المسؤول عن الفيجن هذا هو المسؤول عن الفيجن الريتنال و راح ناخذ هسه بالتفصيل يعني هسه كل اللي حتينا انه هاي الفاميلي اسموها الريتنويد نقسمها الى رتنول اللي هو عبارة عن كحول رتنال اللي هو عبارة عن اولديهايد و رتنوك اسد اللي هو كاربوكسي والريتنال الالديهايد مسؤول عن الفيجن وبعدين ناخذ الباقي يعني هذان كل هنه هو عبارة عن multiple forms active forms كلها هي فيتامين ا من اقول الفاميلي الريتنويد include both natural and synthetic form of vitamin A that may or may not show vitamin A activity اذا من انا اقول رتنويد family اللي هي مثل ما هسه حتينا قسمناها الى رتنول رتنال رتنوك اسد انا اقصد فيتامين اي سواء فيتامين اي natural بحالة طبيعية موجود بالدايت او يتصنى synthetic سواء الي vitamin A activity او ما اليه من اقول رتنويد اقصد fit form خاص بالفيتامين يعني ما بها يفيد معلومة مهمة هذا المهمة انه حق اسمها مثل ما هسه سانيه رتنول هو الكحول اللي هو شنو بيه مجموعة من اسمه الكحول يعني بيه مجموعة OH به هاير رينج بيتا ايونون رينج بيه مجموعة بيه مجموعة بيه مجموعة رتنول بيه مجموعة مرتبط ويا فاتي اسد شنو نوع البوند استر بوند هاي ما اخذيه كحول وفاتي اسد استر بوند فيقولك هذا الريتنول يتواجد بشكل مرتبط ويا فاتي اسد على شكل صيغة يسموها رتنيل استر رتنيل استر ليش لان استر بوند اذن الريتنول بالحالة بالدايت شون يتواجد الريتنول الريتنول يتواجد على شكل الريتنيل استر هذا الريتنيل استر اللي موجود بالانيمال تشوي ليش لان مرتبط ويا فاتي اسد كحول اللي هو رتنول ويا فاتي اسد يتواجد على شكل الريتنيل استر اذن هذا الريتنول هذا الكحول اللي هو الريتنول اذا حمنا اعرف ان الكحول اطلئ بالكيمياء العضويه بالسعادة USD اخذناها انه الكحول اذا اكسد يقول انه كحول الديهايد اذا الذي اعرف على الديهايد لكن الريتنول اذا اكسده يقول انه رتنال وهذا هو الديهايد لها النكراسية الديهايد eran الديهايد من اول دمينama الريتنول التنال الريتنول يمكن ان être تبادل othersاعدة بالتادل يقول اقدر اسوي تبادل مرة يعني الريتنال استخدم التصنيع الريتنال مرة الريتنال ارجع الى الريتنال يعني انتركونفرجن اكو بين دول الاثنين اكو انتركونفرجن زين هسه اخذنا الريتنال الكحول والريتنال الالديايد الصيغة الثالثة الي هي الريتنوك اسد هو شنو هاذ نفس الشي انت اهم اخذيها هنا هسه هذا نمشي شيب هذا الباثوي هذا الباثوي هذا كحول هذا كحول كحول الكحول الشي ينطيني ينطيني هذا اللي هو عبارة عن شنو والديايد بالاكسدة والالديايد ورما اكسدة شي ينطيني ينطيني الريتنوك اسد ينطيني الريتنوك اسد اللي هو شنو عبارة عن كاربوكسيل حامض كاربوكسيل كاربوكسيل اللي هو هذا الريتنوك اسد يعني الريد ناصلة انه هذا الريتنال الالديايد من اكسدة حين ينطيني كاربوكسيلك اسد او الريتنوك اسد اذا الريتنوك اسد هو الاسد derived from the oxidation of retinol هذا الretinoic acid اكسد الretinole الالدهي إلى carboxylic acid اللي هو الretinoic acid الretinoic acid cannot be reduced in the body and therefore cannot give rise to either retinol يعني شنو القصد انه انا هذا الretinole اقدر احول الى retinol والرتينول بالعكسد الى retinol بالعكسد والرتينول اقدر ارجع الى retinol بالاختزال بالردكشن اوكي نزيم الرتينول اقدر احول الى retinoic acid باكسد لكن هذا ما اقدر ارجع ما اقدر يعني الretinoic acid once the retinoic acid is formed it cannot be يعني converted back into retinol and retinoic acid يعني الحاجة هذا انه الريتنول والريتنال interconvergent بناتا طبيعي واحد يعني ينتج الثاني لكن الريتنوك اسيد هو ينتج من الريتنال لكن ما اقدر ارجع للبقية فلذلك ايش قال قال انه هذا الاسيد derived from oxidation مثل ما قلنا اكسد الريتنال للريتنوك اسيد but cannot be reduced يعني ما اقدر اسوي الريدكشن انه هو البرائماري سورس هو هذا الانيمال تشيو راح احصل الريتنول على شكل الريتني list وهو راح اكسد الى ريتنال والريتنال اكسد الى ريتنوك اسيد يعني ذول الـ three sources كل هم مني من انيمال تشيو على اعتبار انه الريتنول اللي هو الاصلي اللي راح ينضي البقية ححصله من الانيمال تشيو عندي سورس ثاني للفيتامين اي اللي هو من البلانتز اللي هو يسموه البتا كاروتين بلانت فود كونتين بيتا كاروتين which can be oxidatively cleaved in the intestine to yield two molecules of retinal اذن هذا البتا كاروتين الحصله من النباتات داخل الانتستين اكسد ينطيني two molecules of retinal ينطيني two molecules in a human this conversion is inefficient and the vitamin a activity of beta carotene is only about 112 that of retinal يعني يقول لك هاي يعني اللي ريدي وصل لك انه المين سورس of vitamin a هو من الانيمال تشيو وليس من البلانت ليش لانيمال تشيو هو اللي ينطيني الريتنول اللي اقدر حوله للبقية البلانت ينطيني البتا كاروتين اللي هو اوكي ينطيني two molecules of retinal بس هذا التفاعل بطيء inefficient ما ينطيني activity good than need يعني واحد الى اثناعش when 12 يعني واحد الى اثناعش من الاكتيفتي اللي احصلها من الانيمال تشيو على شكل retinal اللي هو هميني يكون على شكل retinal ester ومثل ما عايشين اذن هسه عرفنا لثلاث صياغ الرئيسية الريتنول الريتنال والريتنوك اسيد وشلون احول من ريتنول الى ريتنال او من ريتنال الى ريتنول بصورة طبيعية لكن الريتنال اذا حولت الى ريتنوك اسيد هذا الريتنوك اسيد ما يرجع يعرف ن Pennsylvania وعرف نفس الوقت زيان هسه شوو نسوه الى absorption and transport حسب هاذا المخطط هننشوف حسب هاذا المخطط راح نشوف انه انا بالدايت مالتي انا هسا قدي دايت الدايت اما انيمال ياما بلاند الانيمال تشيو مثل ما أحيدي ينطيني ريتنيل ester الانيمال تشيو ينطيني الريتنيل ester فهذا الريتنيل أستر هو ريتنيلستر شنو هو عبارة عن ريتنول وهي فاتي أسد يصير لك ليفج يصير لديجسشن ينطيني ريتنول وينطيني فاتي أسد حرر ريتنول وفاتي أسد ليش لأنه يتكون من ريتنول وفاتي أسد هذا الريتنول يدخل داخل الانتستاينال سل الميوكوزال سل طبيعي إلى خلايا بطانة الأمعاء هذا بالنسبة للريتنول هنا دخل عندي سورس ثاني اللي ينطيني بيتا كاروتين هذا يصير لقبل البيتا كاروتين وإحنا قلنا البيتا كاروتين ينطيني 2 موليكولز أوف ريتنول هسا شصار عندي ريتنول دخل مباشرة وريتنول أنا حتى أسوي لأبزوربشن أو أدي للبلاد لازم يكون على شكل ريتنول فهذا حتى الريتنول هذا رجع إحنا مو قلنا الريتنول ممكن يرجع راح أرجع إلى ريتنول إذن سواء ريتنول دخل مباشرة أو ريتنول رجعت إلى ريتنول المهم حصلت ريتنول هذا الريتنول أسوي لريسترفيكيشن هسا أرجع أسوي لأرب طوية فاتي أسد حتى ينطيني الريتنيل إستر من جديد يعني أنا هذا الريتنيل إستر هذا الريتنيل ما أقدر أمتصه فحطمت إلى ريتنول وفاتي أسد هذا الريتنول دخل رجعته سويت الريسترفيكيشن إلى ريتنيل إستر هذا نفس الليبت بالضبط لذلك يعمل ليش سموهم فاتي أسود أبل لأنه حتى الميكانيز ماته نفس الشيء إذا تذكرون بالليبت إحنا كنا شنسوي كنا نحطمها إلى فاتي أسد زين وغليسيرول أمتصهم وبعدين أجمعهم أسوي لهم ريسترفيكيشن أرجع هذا الفاتي أسد والغليسيرول أربطهم وأرجع كون ترائي أسد داخل الانتستاني ميكوزل سل وبعدين أربطوا يجلن الريبو بروتين اللي هو الكالو مايكرون هنا نفس الشيء الريتنيل إستر نطعني ريتنول سويت أبزوربشن للريتنول والبتا كاروتين نطعني ريتنال رجعت الريتنال إلى ريتنول المهم الريتنول هذا يرتبط ويا فاتي أسد ينطيني الريتني الأسد أنا أي شيء اللي بد متعلق بالليبد شو لازم أمتص على شكل اللايبو بروتين لأنه فات سولة بل ما قدر أسوي لترانسبورتيشن بالبلاد أو بالليمفاتيك سيستم إلا عندي كايلو ماي إلا اللايبو بروتين فراح أربطوا هذا الكايلو مايكرون اللايبو بروتين فهذا الكايلو مايكرون أنقله بالليمفاتيك سيستم ومن الليمفاتيك سيستم أو الدي into the blood هذا الكايلو مايكرون راح يروح أخذنا الميتابولزم ماته نحن بالفات وهذا الكايلو مايكرون حيروح للأديبو سيشيو ويروح للمصل مثلا الأديبو سيشيو والمصل تأخذ التريغليسرايد من عنده فيتحول إلى كايلو مايكرون رميننت الريتنيل إستر باقي بالكالو مائكرون حسن هذا الكالو مائكرون به очень افعل بهذا الريتنيل إستر بكلسترول اي شيء اللي بدي Por ejemplo Triglyceride فبيل البداية Triglyceride تروح تفرغ بالمصل بال Dilipo يبقى كالو مائكرون رمينان بالريتنيل إستر ووياتا وين الكل مائكرون رمينان الابتك مات انتوiles اليور اودي لليور بالليور حاخذ مننا هذا الريتنول على شكل All Trans Retinol زين واخذنا بالليفر على شكل Retinyl Palmitate يعني الستورج فورماته هو Retinyl Palmitate بالليفر هاي صيغة يسموها Retinyl Palmitate هي عبارة عن شنو هو شنو هو Retinyl Palmitate هو Retinyl Esther نفسه Retinyl Palmitate هو Fat Acid فمن اقول Retinyl Esther هو نفس Retinyl Palmitate اذا هسه ملخص على حتي انه الكالو مايكرو رامننت راح يصل لأبتيك باي دي لفر يتحرر الريتنول واسوي له مرة ثانية اسوي له Re-Eastrophication واخذنا على شكل Retinyl Esther أو Retinyl Palmitate هسه خزنته من اريد احرر اريد 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 الريتني لـ Site of Action هذا الريتني البالميتيت هو Stored يرجع يتفكك ينطين الريتني الـ All Trans Retinol الريتنول أو الـ All Trans Retinol هذا الـ All Trans Retinol راح يروح الى Two Pathways يأما يروح للريتني يعني للـ I يأما يروح وين؟ لـ Target Tissue ثانية مثلا Epithelial Tissue المهم هذا الريتنيل أو الريتنيل حتى نقله بالـ Blood حتى نقله للـ مثلا للريتنيل يرتبط بـ Retinol Binding Protein فهذا الريتنيل اللي حررته حيرتبط بـ Retinol Binding Protein وين يروح؟ راح له الريتني للشبكية ما للعين لأن مسؤول عن شنو؟ عن الـ Vision فإحنا قلنا يا صيغة المسؤولة عن الـ Vision الريتنيل فهذا الـ All Trans Retinol داخل الكورني الريتنيل عفو يتحول الى All Trans Retinol هذا الـ All Trans Retinol أحول الى عفض Isomer يعني من الـ Trans الى صيغة الـ Cys 11 Cys Retinol هذا الـ 11 Cys Retinol يندمج ويه مادة اسميه Opsene ينطيني فتـ Pigment فتصبغة Visual Pigment يسموه Rhodopsene هاي الـ Rhodopsene من تتعرض للـ Light من تتعرض للـ Visual Pigment راح تنفصل الى Opsene والـ Trans Retinol مرة ثانية هذا الـ Process راح يفعل الـ Optic Nerve من يفعل الـ Optic Nerve راح يصير Vision ورح ناخذ هذا نفس الشرعتها المخطط وبعدين موجود بالشرح هذا إذا كان راح للـ Retinol إذا هذا الـ Retinol ربطت بـ Retinol Binding Protein ونقلته إلى الـ Target Tissue مثلا إلى الـ Epithelial Cells مثلا إذا كان بالـ Retinol بالـ Epithelial Cells نحن يقلنا الـ Retinol مسؤول عن الـ Retinol عن الـ Vision بالـ Retinol بالـ Epithelial Cells مثلا راح يكون الـ Retinol هنا فـ Retinol حيتحول الـ Retinol الـ Retinol هذا الـ Mechanism of Action ماته أنه حيرتبط بـ Receptor ويروح للـ Nucleus بالـ Nucleus يفعل الـ Gene Activation يسوي فيصير Synthesis لـ mRNA المسنجر والمسنجر mRNA راح يكون يحمل رسالة خاصة بتكوين بروتين معين و يصير Fed Action معين هسا راح نشوفه بالضبط فـ Transport to deliver يقول لك Retinol هسا هذا كله عن اللي حشيته هسا هذا كله حشيته الميتابوليزم كامل على المخطط أقدر أعوف الشرح بس أنا راح أشرح مرة ثاني حتى يعني توصل فكرة كاملة Transport to deliver الـ Retinol الـ Retinol represent in the diet هسا نقول الـ diet ياما Retinol ياما بيتا كاروتيني فيقول لك الـ Retinol اللي هو بالـ Animal Tissue موجود 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 تنطيني الـ Retinol لكن الـ Retinol حم حوله إلى Retinol إذن داخل الـ Intestan Mycosis صار عنديني Retinol Retinol أسوي إلى Eustrophication مرة أخرى بفاتي أستد أكون Retinol Ester الريتنيل إستر نقل على شكل كيلو مايكرون باللمفاتيك سيستم من اللفاتيك سيستم إلى بلد يقول لك الريتنيل إستر كنتيند كيلو مايكرون رميننت are taken up by and stored in the liver داخل الكيلو مايكرون يتحول لرميننت مثل ما قلنا الريميننت يأخذها الليبر داخل الليبر شلون أخذنا أخذنا على شكل ريتنيل بالميتات أو ريتنيل إستر release from the liver هس آن أخذنا بالليبر على شكل ريتنيل بالميتات أو ريتنيل إستر إذا أحتاج when needed الريتنول is released from the liver and transported to extra-hypatic tissue by plasma retinol binding protein هذا الريتنيل بالميتات آن أحتاجيت هس آن أحتاج الريتنول من storage format بالليبر فأنا أسوي إلى release أحوله أرجع إلى ريتنول مرة أخرى الريتنول أربطه بريتنول binding protein يأما أنقله للريتنة يأما هذا الريتنول binding protein أنقله إلى target tissue ثانية مثل epithelial cell يقول لك من أحتاجه أربطه بريتنول binding protein الريتنول يأما أنقله binding protein complex يأما أنقله إلى الريتنول على الريتنول على المرتبط على المرتبط الريتنول تنتر هذا الروح يرتبط بريتنول خاص بالسرفس هذا يساعد على دخول الريتنول إلى الداخل دخل من خلال هذا الريتنول إلى داخل السل داخل السل هم أكو binding بريتنول خاص به وين نقله للنيوكليس لأن هذا الفيتامين A الشغل مات داخل النيوكليس واللي هو النفس شغل أي fat soluble substance عدي أنا عندي شنو يشتغل داخل النيوكليس عندي الثارد هرمون واللي هم تعتبر fat soluble أخذنا الثارد هرمون وأخذ الفيتامين D والفيتامين A والستيرoid هرمون بشكل عام الستيرoid هرمون اللي هي الفات أي شي fat soluble اللي هو thyroid steroid فيتامين A فيتامين D يشتغل داخل النيوكليس فهيروح داخل النيوكليس مثل ما ناح احجينا مثلا الريتنوك أسد يروح يفعل gene activation synthesis of mRNA والmRNA هو ينقل رسالة لتكوين specific protein متابوليزم كلش بسيط البرنسبة المادة انه انه من اسوي absorption لازم اكون retinol retinol سواء حصلته من النيوكليس على شكل retinil ester او حصلته من beta carotene المهم هذا retinol داخل intestinal mucosal اسوي الريستر احاول الريستر مرة اخرى نقل بالكايلو micron تتحول الى كايلو micron remnant اخذنا بالليور مرة اخرى على شكل retinil ester او palmitate واللي من نحتاج ارجع الى retinol اربط الريتنol او ادير الريتنى او ادير الريتنى 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 داخل الريتنى ينقل الريتنى الريتنى يؤثر عال جين ادير هذا مثلا راح الريتنى 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 طبعا الريتنى هذا الريتنى بالريتنى لا يختلف ما لا علاقة بالنيوكليس هذا ما لا علاقة بالنيوكليس لانه الريتنى الريتنى يرتبط به مثل ما قلنا يطيني visual pigment اللي يسموها rhodopsine هاي الريتنى تتعرف اللاعة تتفكك نتيجة لهذا البروزس الريتنى يحسز يصير لها sensitization بحيث ينقل اشارة بصرية لكن الريتنوك أسد يعني تلاحظون انه الريتنى هو اللي هو يكون البقية واللي هو الميتابوليزم كل يصير عليه لكن من أريد أسوي فد اكشن معين بالريتنى حيشتغل الريتنال وبالإبيثيليال والتارجت البقية يشتغل الريتنوك أسد فهنا الريتنوك أسد ارتبط بريسبتر معين وهذا وهذا الريتنوك راح وين راح للدي سو راح لجين معين سو لأكتفيشن كون مر اي سبيسيفيك بروتين وانطاني فد رسبونس معين ميكانيزم في فيتامين اي هسا انا حتشعته طبعا هانا هنا يحتي عن ميكانيزم مجا يحتي عن ما العلاقة بالريتنى بالفيجين بالفيجين سايكل هسا يحتي انه الفنك هاذ يحتي هنا بالميكانيزم عن هاذ انه الريتنول اكسيدي مثل ما احنا قلنا هذا الريتنوك اصد الريتنوك اصد يرتبط بريسبتر معين موجود داخل نيوكليس مثل ما قلنا ال اكشن مات داخل نيوكليس هالريتنوك اصد ارتبط بريسبتر مثل ما أنا حتيت من التارجت روح للابيثيلي السا فال اكتيفيت الريتنوك اصد ريسبتر يعني هذا الكمبليك اللي متكون من ريسبتر و الريتنوك اصد انتراكت مع نيوكلير كروماتين لتو ريجول رتنوك سبسيف رن اي سنتيس رزول تقوير الريدكشن سبسيف بروتين ذات ميديات سبرا الفيسيولوجك فانكشن يعني راح للكروماتين يعني داخل الكروموسوم داخل الدي اي راح لجينات معينة سوالها اكتيفيت من سوى اكتيفيت يعني ترانسكريبشن يعني كون ام ار اي رسالة وراثية انتقلت هالرسالة وراثية تروح للريبوسوم بالريبوسوم تصنع بروتين والبروتين يدي فانكشن معين فهذا الميكانزم في اكتيف هذا الميكانزم في اكتيف وين مو بالفيجن ما جايح تتعين الفيجن ما جايح تufficient الريتينال اللي داخل الريتني البفيجن لا جايح ت spacecraft الريتينول وريتينوك أسد وين داخل النيوكلياس وهس رح نعرف يعني هذا شيء يسوي انه اهم اشي انه الريتينال داخل الفيجن الريتينوك أسد داخل هاي النوكليس بالإبيثيلي السيلو ذني فالفنكشن اهان بعد شنالذي هسا عشيتها قبل شوي قلت انه هاي الميكانزم اللي تروح داخل النوكليس تروح للدي انا تأثر على الجين وتصنع بروتينات كلها من اللي يشتغل هاي الستيرويد هرمون يعني مثلا اللي اللي تصنع من الادرينالي مثل الالدستيرون مثل الالدستيرون وباقي الهرمونات المسؤولة عن يعني 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 الهرمونات اللي تنفرز من الادرينالي لاند يعني نسميناها نسميناها لقلوكو الكورتيزول ودني الاستيرويد هرمون يعني الاستيرويد هرمون والثارويد هرمون والواحد خمسة وعشرين داعها دروكسي كوليكالسيفرول اللي هو فيتامين دي وفيتامين اي كلهاي فونكشن انه سميلار وي هذا الفونكشن بس ما العلاقة بالفيجن مرة ثاني داعي داعي هس الفيجن سايكل اللي هو هاني عجيت الفيجن سايكل تختلف الميكانيز الفاكشن اللي هو تعتمد عال رتنال فيتامين اي is a component of visual pigment of رود انكون مثل ما قلن الفيجن اللي هي عيسموها الرود وبسين هاي الرودوبسين الفيجن موجودة بالرود انكون نعرف شنو الرود انكون الرود انكون اللي هي الرسبتر اللي موجودة بال رتنال المسؤولة عن الفيجن اللي تستقبل اللايت فرودوبسين the visual